هذا الفيديو سوف تتعرف تلميذ المتابعين في واحدة الإجزامة التي مرتب الكثير من التلميذ العام الفيت أو بالخصوص في الجهة الشرق سوف نعمل معكم الإجزامة في ألوح الأخرى في بعض الوراق ونتبه، لابد أن تكون تقلب لي على الإجزامة التحط في الجهة العام الفيت لا يوجد شيء ضروري تحطي هذا العام لابد أن تستطيع أن تقوم بإجراء الإجزامة في جهة أخرى ويقوم بإجراءها في الجهة سوف تركز هذا الفيديو حتى الآخر وفي الآخر ما سوف تعمل سوف تشارج هذا الفيديو الذي سوف نقوم بالرابط في الوصف وفي التعليق الأول لكي تدوس الخدمة الخدمة هي كل شيء والتفرج لا يستطيع أي شيء لعبه نبدأ على بركة الله سوف تستعلي النقاط سوف يتربط كل شفخ كل رقم من الجروب 1 مع الحرف المناسب في الجروب بالنسبة للتلاميذ لديهم مشكلة في الفهم سوف تركز لنبدأ نشرح لكم كلمة بكلمة سوف نشرح لكم كلمة بكلمة سوف تقرأ هذه الأسوسية سوف تفهم سوف تفهم بالصفة لك هنا في الجروب 1 المستوسيت 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 الكلمة المناسبة كثيرا سوف تركزها لكي تفهم ما الذي لم أقرأتها المناعة السلبية كيف هي السلبية؟ يعني أن الجسم لا يعمل المناعة لأنه يتحرم أنتجين وكذلك تجيب له شيء يجب أن تجيبها وكذلك ما هي هذه الحاجة؟ هي الزنتيكوخ التي تكون في السيغم والتي نفعلها في العملية السيغوتيغابي إذا كان الجسم لا يمكن أن يصعب كمية كبيرة للسيغوتيغ لتحارب مع الأنتجين فهنا نأتي بلودة للسيغوتيغ وهذا يسمى إمينيته بالنسبة لفاكسناس العكس تعتبر إمينيته أكتيف مناعة ناشيطة أو إيجابية لماذا؟ لأنه يدخل الفاكسن يكون لأن الأنتجين أتنوي يدخل الجسم يتحارب معه ويقاتل معه ثم يأتي جسم الناشيط في هذه الحالة وهذا سيكون الجواب بعد أن أثناء الأنتجين أثناء الأنتجين أثناء الأنتجين إذن لدينا أرغان الانفويد باريخ الاناتوميك بروتوزوير وهذه الكلمات لدينا الميكوز الميكوز هو الغشاء التي تغلل في الأعضاء الداخلية مثل الصوفاج والفواجينيطال هذا يكون مغشي وغشاء تسمى الميكوز ويحمي من الجهراتي إذن لنضعه في باريخ الاناتوميك ما الذي سيقوله مرة أخرى أو تاني ما قرننا باريخ الاناتوميك قرننا إما شميك أو ميكانيك أو فيزيك لا تفق معك، ولكن الاناتوميك سيكون المرادة في الفيزيك أو ميكانيك صحيح؟ جيدا والذي لا تفهم ما يبغيخ فيزيك أو ميكانيك هذا يجب أن ألوانه يجب أن تتفرج في الشرح لدينا أيضا الاميب لدينا بروتوزوير لغلوتينين لغلوتينين هو الانتكور الذي يكون في البلازمة الجسم والذي يستهدف للانتجين الذي يكون في القريات الدم الحمراء هذا يمكن أن ندخل؟ ندخل في سيستم ABO وهناك أيضا الاغلوتينين حتى يمكن أن ندخل في سيستم ABO ما الذي سيقولك سيستم ABO لديه علاقة مع الاغلوتينين والاغلوتينين نقول لك المعلم هذا هو صنغان A ما هو في الواقع؟ هو عبارة عن قريات الدم الحمراء فيها واحدة الانتجين ما يسمى؟ كي يسمى الاغلوتينين ونضيف جن وكان هناك بلاسما يكون هناك انتجين وانتجين لديه لذي نضيفه لديه المعلمين ومعلم الأوسيو من أعضاء الداخلين في أورغان الانفوث للأعضاء اللينفوية هناك أيضا البراميسي ونضيفه هناك جواب يمكنك تحبب هذا الفيديو قراء الجواب لخطرك لدينا الثمارين الثاني الثمارين الثاني يقولك إذا تجدت أن تجد الإنترس ما هو الإنترس؟ الإنترس هو العنصر الداخلي يعني لا تتساعد مع هذه المشكلة ستكتب الوضع في هذه المشكلة هناك مجموعة A هناك مجموعة هذه الكلمات نقرأهم ونرى كيفية علاقة ونجدوا الكلمات التي لا يوجد علاقة معهم هذه هي الإنترس هناك ناخ أوبتيك ناخ أوبتيك هو العصب البصاري الذي ينقل الإنفلاء لصوباتها العين هناك ناخ فيزيول هي المنطقة التي تحكم في حاسة الإبصار هناك موال إبنير هذه الموال إبنير لا يوجد علاقة نهائية مع الإبصار ولكن نكمل هناك العين هناك نفس العين هناك نفس الإنترس لذلك يجب علينا حاسة الإبصار لا يوجد كلمة واحدة الموال إبنير بالنسبة لذلك لا يوجد علاقة هناك موال إبنير هناك نشرح لكم الغزيومة الإطار المرجعي قلت لكم المصار الإنفلونير سنسيتيف وقلت لكم موال إبنير تتخلف بعض الحالات وفي بعض الحالات لا تتخلف وعطيتكم مثال بالعين مثلا تصبح الإنفلو سنسيتيف وتصفتها من خلال الإنفلو وتمشي دائرة فيزيول حتى لا تحتاج إلى موال إبنير موال إبنير إذا الكلمة الدخيلة موال إبنير الموال إبنير موال إبنير متازع إذهب الثقل من الصغر النظر لكن لا يوجد فإن هبنير ويجب أن تكون الموضوع للمنطقة المنطقة التي تكون في المنطقة التي تكون مسؤولة لشيئ حاسي وهذا كل ما يدوى للحركة والحاسي إذا كان ذلك داخلها وهذا سيكون الجواب ثم سوف نتحدث الثاني هذه البيانات التي تكون هناك تتعمل لفنكسين دوران وهما وظائف الربط ولم تقول وظائف الربط هنا تدوى لجوش دورس وهما السيستم نغذاء أولا والسيستم مسكولير ثانيا سوف تحدث لنا الاسم كل نمرا سوف تعطي لها الاسم كل نمرا سوف تعطي لها الاسم المناسب له هذه هي الأرقام وهنا سوف تكتب لك الفراغات رقم واحد رقم واحد هنا يوجد لفنير فيز رقم جوج هذا هو العرق الثم الذي يجلب الأكسجين والغليكوز يجلبهم لذلك الخلايا العصبية لكي يقدروا يعيشوا ويخدموا سوف نكتبه رقم ثانيا هنا رقم ثانيا سوف تعطي لنا هذا النسيج هذا الذي يظهر هذا الذي يجب أن يغفز هذا يسمى تسو كونجونكتف تسو كونجونكتف رقم ثانيا رقم ثانيا رقم ثانيا نقوم هنا هذا النسيج هذا النسيج لا يوجد انصر وبالتالي سوف تكون تتخ هنا سوف نكتب شايمات كوب تخصف سال دان ناخ شايمات مقطع العصب سوف يقولك لا لا شايمات هذه العضلة لأنني أعرف بلقيني بزاف دي اللي فهمات تقوي تغنف شحويج لم يفهمنه أصلا ماشي موسكل دمعكم أجرون فهمكم هذا رقم ناخ ماشي عضلة كيف عرفتو العضلة يكون عندها ديفيسسو كتارين ديفيسسو ديالة بينما ديفيسسو ديفيسسو هم هادو 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 دابا ديالكوب تخصف ديال عضلة ديت ديالا مخطة في الواقع oid عندما ديفيسسو المن Authent يجب كبير بنوس نفس الأفع و هذا الأطل الأطل حر تحق نفس نفس أن سوف يكون الجواب كما تقرأتها على خطر خطر سوف نذهب إلى الصفحة الثانية الصفحة الثانية لدينا الإجرسيس المهمة الكثير من الصفحة ومزالة الإجرسيس الخارجين وشهرين تقولك السكليروز يكون مالذي كرونيك السكليروز هو التصلب الوايحي وهو مرض مزمن كرونيك هي مزمن الأعراض تكون سريعة و تكون على شكل طرابات الحركة والإحساس و فقدان التنسيق العضل يعني العضلات لا يتعلمون جيدة وهكذا يكون لديك تكون لديك مالذيك تكون لديك مالذيك أو تكون لديك مالذيك سؤالي تقولك ركز ما يمزي الله يحفظك لأنني أتشرح عليه النقطة فرمولة إيبوتاز ستكون فرضية إيبوتاز لكي تشرح المصدر هذه الأعراض ما هي الفرضية؟ الفرضية هي واحد الحاجة كي نفترضوها لكي نشرحوا واحد النتيجة النتيجة في هذا التمرين هي هذه الأعراض المترجمات 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 أو أخير أخير أعطيكم هذا المثال لكي تستطيعون هذا ما سأقول لكم مثلا إذا كانت سيطح في الدراج من المطلع ومن المطلع من المطلع يمكنك أن يوضع إذا قلت ما هو السبب الشلل ستقول لي مثلا يمكن أن يطح على رأسه ويصبح مدخيص هذه ستكون فرضية صحيحة مئة في المئة حيث تحترم المنطق العلمي صحيحة من ناحية العلمية ولكن ليس ضرورة هي لترات ممكن أن يكون مطح على رأسه وإنما مطح على النخاع الشوكي لأموال البناء والتهجرسات له وهذا لا يمكنك أن يتحرك ويكون هذا هو السبب الحقيقي ولكن الفرضية التي تأتي بالأول ستأخذ على نقطة ضيق إذا كي تضع فرضية ليس ضرورة هي لترات مئة في المئة ولكن ضرورة تكون صحيحة من ناحية العلمية حسنا بالنسبة للفرضية التي سأضعها ستكون بهذا الشكل هذا سأقول ممكن من الممكن أن هذه الأعراض يكون بسبب لزيون وحتى لفترة على مستوى المخ وهذا لا يمكنك بالنسبة للجواب الفرضية نبدأ فيه إما هذه العبارة أو لا يمكن أن نكمل القراءة المطرية لكي نفهم أكثر السبب سأكترح لك هذه الدراسات التي دمنا الدراسة الأول هي مادة بيولوجية لكي تغشي أكثر من الخلية العصبية تغشي أكثر من الخلية العصبية وتحميهم أيضا الطابل بطوكيمون 1 يمكنك سرعة إرسال الميساج النغفو بناء على التواجد أو عدم تواجد هذه المادة أيضا بناء لديامتخ النغفو بناء القطر نقرأ هنا يكتب أنواع فيبرنيرفوز كان لديك فيبرنيرفوز أميالين و فيبرس 100 ميالين يعني لا يوجد المادة هنا ديامتخ القطر فيبرنيرفوز بالمكرو و هنا يقوم بإرسال في ميساج في سجنة السرعة في ميساج في ميساج في ميساج كل تانية نقرأ سؤال هنا يدير علامة على نسبة كل أفرمات التي تحليل في هذا نقرأ العبارة الأول يقرأ الميالين في تواجد المادة في الفيبر ما نقرأ ؟ كيف ترفع من السرعة ليد إلى ميلي ساعد أو ساعد ميلي جميع القطر ثم سنرى المال و نرى ه هذا المال نرى السرعة مع ميلي di ميلي لذلك إذا المال وقد قامت بالإنقص من الصور العادة للنفلو نيرفو من الذي يزيد من الديامتر كما يزيد من الريض سنرى أن الديامتر هنا تصبح الجائعة ولكن يرتفع أخرها ح Bevجم أن ترتفع الصور العادة للنفلو من الديامتر لقطر هذه المعلومة الصحيحة من الذي الرهين ترتفع فهذا يرتفع فهذا ٩ إذن هذه هي العبارة الصحيحة الثانية من التمرين تقولك هنا القطر للألياف العصبية نقص السرعة نقص السرعة نقص السرعة نقص السرعة نقص السرعة نقص السرعة تصبح السرعة القطر للألياف العصبية و يستمر فتصف السرعة ستزاد في الفيبر التي لا يوجد مئة لين إذن سنقوم بعمل مئة لين ونرى ما بالصح السرعة ستزاد ومن الديامتر سنقص هذه كانت في عشرة السرعة كانت ربعات المساج في سنة ولكن عندما نقص الديامتر أو خمسة السرعة سنقص المساج في سنة إذن هذه الملومة غلط أولاً لديامتر فبر نروج يتجب أن يمنح من كبريات المساجر التي تسوأها الديامتر مب Ste لديامتر فبر كي تزاد السرعة السنقص المساجر ورد الحصوب لديامتر فبر كي تزاد كي تزاد هو بالعشرة هنا وش سرع نقصات بالعكس تزادت اذا الجواب سوف يكون بهذه الطريقة هذه هي الأجوب الصحيحة لدينا الثاني لدينا الدراسة الثانية أفوال كمال هذه الثاني باستعمال ميكروسكوب يمكننا نختاب رو الفيبرنغفوز عند شخص مصاب بهذا السكليغوز ان بلاك الدوكيمون جوج يمكننا تأثير السكليغوز على الفيبرنغفوز والمراحل التطور المرضى اذا ما سنجعل هذا الدوكيمون تخطيق لنا نفس القضية التي قالوا لنا باستعمال المراحل للتطور المرضى نزوم باستعمال كما ترون معي هذه هي الفيبرنغفوز هذه هي الأكسن وهذه الطويلة و المادة التي تغشيها هي المرحلة الأولى من المرضى يكون هناك شيء طبيعي و المرحلة الثانية يبدأ هنا ما سترى؟ المرحلة الثانية تنقص من الجهة في المرحلة الثالثة في المرحلة الثالثة سأتحدث السكليغوز على الفيبرنغفوز السكليغوز المرحلة الثانية المرحلة الثانية فهذا يحدث السكليغوز يحضر السكليغوز الثانية السكليغوز 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 سيسبب اضطراب في الحركة و أحيانا من خلال إتمام التكست تضع تضع الكلمات المناسبة لكي تكمل السكليغوز 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 إذن سيكون المرحلة rog السكليغوز فلجب السكليغوز ما هي المصرفة؟ يجب أن تكون مصرفة في الامفلونيرف تستمر في الحركة حسنا كيف تحدث الجواب الثاني أو ثاني؟ أحيانا تتحدث مصرفة في الامفلونيرف تقال الصور في الامفلونيرف يكون في الاحبار نغفوز هذا هو نار لأن الاحبار نغفوز يكون في الاحبار نار يتربطون أيضاً مع الأورغان البيغفيري هذا المحيطية وهذا يسبب في دوره هذا يسبب فيه ما الذي يسبب؟ يسبب في تنفيذ نغفوز وهذا ينعكس على النشاط العصبي وكيفقدنا التنسيق بين الأورغان في هذا المساج الذي يصل إلى الطل الأورغان لا يستخدم مع بعضهم بشكل منصق حيث أن المساج يصل إلى الطل هذه العضلة خاصة التحرك أو خرط حركات إلا أن المساج لا يصل إلى العضلة الثانية وكيف يتحرك وكيف يتحرك وكيف يتحرك هذا الجواب سيكون بهذه الطريقة الثاني المهمة يقول أن الأرواح هو مرضى عادي بشكل تنفسي ويكون معادي بثاف ويأتي بسبب فيروس فيروس الثاني عبرنا كمية هذا الفيروس والكمية للنفسية لديه شخص الذي جاه الأرواح ومعطينا هذه المعطيات في الدوكيمون التالي هنا الداميبيان يتحدث عن تغيير كمية الفيروس للغريب واللتسي الثاني 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 السؤال يقول لك يتحدث عن تطور كمية هذا الفيروس واللينفوسيت تسي في دلالة الزمن يعني كيف يتغيره مع مرور العيام من بعد ما تصاب هذا الشخص بالغريب وهذا الوصف سيكون من خلال وضعك العلامة في الوصف في كل أفرمات هنا الأفرمات الأولى ويقوم بتصاب عبارة الأولى تقول لك بعد تصاب الانسان بالغريب الكمية لا من ما تصاب وطور تجد تصاب الوصف وماذا تصاب كما تصاب الوصف الوصف التالي نهار الثامن نهار الثامن سنجد كمية الفيروس وخط المنقط هذا النهار الثامن كمية الفيروس من بعد أن بدنا أضغط حتى يستحب الحدة تمانية مهنا وهذا ما لاحق إنها كمية الفيروس؟ مزحة مازل حول الثمان وصلتها إلى مه سيدات ونحن نهار السادس وهذا كمية الفيروس في حدة 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 حاسية ها 에�فض من أجلد وسيدات الأن في مصدر في نها الرابع تقوم بإمكانه في 4 تحوات الرابع ويقوم بإمكانك في الربع أيام الأولى ترى كيف تتكلم في المرة الرابع وهي الرابع هنا نحن نقوم باستخدام بإمكانك في الربع أيام الأولى هذا المال لم تصح 10 يوم أو 14 يوم فإن تخفض من اليوم 10 إلى 14 يجب على نهاية 10 لكنها كان هنا لكنها خفضت في النهار 14 و حبست إذا كانت تكملت حتى الآن إذن نجواب الصحيح الوحيد هو C كمية الكمية كيف ترتفع بشكل تدريجي في 14 اليوم نرى 14 اليوم كيف ترتفع تدريجي؟ لا سترتفع تدريجي في 8 يوم و من بعد كانت خفض حتى الآن 14 إذن هذا غلط ماكسيمال وصلت الحددية لها في 8 يوم من بعد كونتاميناسيون هذا النهار 8 نرى قطلت وصلت هنا لماكسيمال وصلت إذن هذه المعلومة صحيحة التي هي B وش كانت نول في 10 من بعد كونتاميناسيون هذا النهار 10 هذه LTC ماهو وماكسيمال بشكل تدريجي في 8 يوم أو 8 أو 8 و 8 كونتامي؟ كانت كونتاميناسيون وليس كونتاميناسيون إذن هذا سيكون الجواب كانت فقط عبارة الإصحاب سنزل المعطيات الأخرى كي نفهم كثيرا طورة لنفسه كي يحارب الجسم بإذن هذا الفيروس لنضع مجموعة الملاحظات المجهرية التي تدخل لتدخل إلى المنفوس أثناء المنفوس المنفوس السابق المنفوس سنضع ونحن نقوم بإطلاق ونهاية حسنا نظام بقليل نظام بقليل هنا لنفسي تسي هنا هنا سلول انفكتة بفيروس هنا خالية تنفيكتة بفيروس ونحن لنفسي تسي لتضمرها لتضمرها وهذه هي الوظيفة التي تسي لن يدمرون الفيروس وإنما يدمرون الخلايا المصابة بالفيروس أو بالسرطان هناك الكثير من التلاميذ يخلطون بين البلازموسيت واللنفسي تسي غالط كبير لنفسي تسي يهجمون الخلية ليس للفيروس ما هي البلازموسيت والفاغوسيت البلازموسيت والفاغوسيت ويقوم بلعه كل مركب ما تقول لك هنا السؤال سؤال تقول لك بالاعتماد على ما تظنى لذلك ستشرح لنا تطور كمية الفيروس التي لاحظناها في التوكيمون 1 في المنطقة السابقة لاحظنا أن لا نرجع ونرجع لكي لا تتلقى من المشينا لكمية الفيروس التي هي الخطة المنقطة لاحظنا أن الكيمية ترتفع في الأربع أيام الأول لبعض لنبدأ نحظنا لأن لجل لجل الكيمية ترتفع لجل لجل لكي يحضر للكمية الفيرة والفيروس لتنكتر فقط من لجل لتنكتر لجل ولكن هذه لا يوجد علاقة مع هذه المشكلة سوف نعود إلى المشكلة الجواب سيكون بهذه الطريقة ماذا نعلم؟ كمية الفيروس التي يرتفع في الأربع أيام الأولى من بعد ذلك يخافض لأن LTC قادرين أن يضمروا الخلايا التي تنفكت بهذا الفيروس وهذا سيجعل كمية هذا الفيروس تخافض لأنه لا يستطيع أن يعيش أو يتكاتر بدون خلية حية ماذا أريد أن أقول لك؟ بالاعتماد على الضواني الإجرسيس وأيضا على المكتسبات التي تفهمتها سوف تكمل لنا هذه الشامة الثانية التي تدخل على المراحل لتدخل الجهاز المناعي لكي يحارب الفيروس وهنا نتابع ماذا تقول لك؟ لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا تقول لك هل تقول لنا مثل للجمع الأمماتي أو لن تركز في نفس الشيئ تقليل كما في قليلة لأن الذي يقول لنا على الجمع الأمماتي قام بتحقيق سيجعل بالاعتماد من الحياة مع هذا الفيروس من الجريب ما هو الأولى؟ الأنفكسة من الجسم من الجسم الخلايا بالجسم ما هو الأول هو لتجد للمفوسيت لتجد المفوسيت أو المفوسيت ما هو للمفوسيت بي التجد ونقسم المجموعات للمفوسيت بي ونقسم المفوسيت بي بينما للمفوسيت تاويت للمفوسيت تاويت ونقسم المفوسيت تاويت لنبدأ الجواب لكي تكونوا معي في الخط لكي تعرفون بالنسبة للخطوة الثانية الخطوة الثانية هي الدستريكسون السلولة التي تنفكتها في هذا الفيروس من قبل للمفوسيت وأيضا نتخليزات من خلال المفوسيت المرحلة الثالثة هي إليميناسية هذه الأشياء سواء من الخلايا الميتة أو من الفيروس التي تكونوا في المفوسيت من قبل الفاغوسيت التي يقوموا بلعوهم لكي ينقوا الجسم منهم المرحلة الأخيرة هي إختفاء الغريب وكي يبرع الجسم إذن هذه هما المراحل وهكا قد نكونوا سيلينا هات الليك زمان هذا بارتاجوهم زيان حتى شراءة دربناها في اتمره معكم باش نسجلو لكم هذا الفيديو نشوفي لها الحلقة ديالي وبحي ترجمة نانسي قنقر